سين ما شروط لا إله إلا الله جيم شروطها سبعة الشرط الأول العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة الشرط الثاني اليقين بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة الشرط الثالث القبول لما اقتبطه هذه الكلمة بقلبه ولسانه وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجائه من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك قال الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله وإلى الله عاقبة الأمور ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد وهو محسن موحد ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسن فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك ومن كثر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا والخامس الصدق فيها المنافي للكذب وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار والسادس الإخلاص وهو تصفية العمل عن جميع شوائب الشرك قال تعالى ألا لله الدين الخالص وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين والله أعلم